اختيار آخر رياض سليمي غداعون من تختار؟ رياض سليمي لعب دور يعني مهم بالنسبة يحافظ على الاقتصاد اللبناني بالرغم من الأخطاء يلي صارت بس هو ما قاله دخل بالأراء السياسية هو كان منفذ بالنتيجة رئيس مصري في لبنان حاكم مصري في لبنان مجبور يتأيد بشو بيطلبوا منه السياسيين بهالبلد نا مش مجبور بكل شي هو مجبور الحفاظ على النظام والوضع الاقتصادي بالبلد مش مجبور يلبي مطالب السياسيين ورغباتهم على حساب الاقتصادي البلد والوضع الاقتصادي كان عنده خيار يستقيل ويطلع منه للشغل هيدي بترجع له بكل بساطة وأكيد اليوم التدهور والبونزي سكينز يلي صاروا بلبنان يعني كان بسوى مصري في لبنان ما يخليها توصل لهوني بالنسبة لغادي عون ما بعرف هداش جدية المحاكمات يلي ماشي فيها اليوم بتعرف اليوم في نقطة استفهام لكل شي بيصير بلبنان لأنه في تسيّس بالقضاء وهالتسيّس بالقضاء هي الجزء من الكرسي لا دايما نكلفه لا كلكون بتدفعوا عن رياض سليمي مش عم دافع عنه أنا عم بقول أنه هيدا ربما يكون جندي مأمور مش عم دافع عنه كشخص ما بتخيل رياض سليمي جندي يعني رياض سليمي بردبة جنرال وما فوق بمجاله لا أتخيل جندي مأمور يعني ما بيعمل شيء من دون رغبته أعتقد أنه يقدم على ما أقدم عليه إذا ما أنه بإرادته الكاملة ولكن بمسايرة أو بموافقة يعني عكل حال بالنسبة لغادي عون بتمنى أنه يكون يعني هالاتهمات يلي ماشي فيها بتمنى أنه يكون فيها جدية وإذا فيه ناس بدون عن جد يتحكموا باللي صار بنظامنا الاقتصادي خليها تكون سابقة وإن شاء الله بتنجح بمما كان إن كان برياض أو بغيره لأنه اليوم بدك قضاء بلبنان